اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشارة لكي تعيد خلط أوراقك تعود أم تشتري تذكرة قد تكون دون عودة شروض ذهني أعادني خطوة خطوة إلى الوراء يوم ميلادي وصرخة الأولى نطقت باسم والدي لأول مرة أول سن ينبض وهقد بدأت تعلم الماشي أول يوم لي بالمدرسة أتعلم حرف الهجاء وأكتب اسمي على ورقة تسألني المعلم عن حلومي ككل الأطفال اخترت أن أكون طبيبا لأشخص جدة المريضة يمر الشريط بسرعة التحقت بالثانوية صداقات جديدة بدأت أنضج وتتضيح الأمور أمامي من يبقى على هذه الأرض يخوض حربا طويلة الأمل من أجل الوصول والأسوأ أنك قد تخسر الحرب وتجد نفسك عجزا في مقتبل العمر تعمل عملا لا يناسب وتتلقى وابلا من الشتائم الحرب كان لي فيه نصيب كلمة فجملة فقومة من الأهداف فيأتي نصيب على هيئة بشري يملك منزلا فخما وسيارة مبعية الدفع فيسقط الحب ويظهر القدر ليتغنى بعليك أن تؤمن بي لا عليكم يركب رباننا سفينتنا لا أدري هل علي تسميته هكذا أم أن له اسما آخر يشغل المحرك حان الوقت تنطلق الرحلة دعوات وآيات كرآنية تقرأ بصوت خافت هل كل يرضجب البرد والخوف يجتمعان معاً ليشكل ثنائياً مرعباً يسعى إلى إقبارك أضواء تقترب صراخات تعلو عليكم بالتوقف أو سنفتروا لإطلاق الرصاص كأنهم يهتمون أنتم محاطرون لا أحد يهرب من الجحيم دون مباركتنا صديق خلفي يهتف يقفز نحو الماء لا أحد منكم يريد أن يجزبه في السجن عليكم بالقفز لكن لكنني لا أجد السباحة انتهى الشريط وعلي القفز لا حل لي سوى تسليمي روحي للماء عساها تكون خضنات دافئاً يوصلني إلى بغي الأمان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر